من الأسماء المرشحة والأسماء أنا كتير جداً أنه السيزن الجاي موجودين مع الأهلي عمار وأحمد ياسر رهيان أحمد الحقيقة كان متقلق مع الجونة كان ليه تجربة عرق أولى مع الجونة وطيب خلينا نشوف برضو يمكن من الحاجات اللي كنا مجهزين على حضراتكم عشان ناديكم فكرة أكثر عن اللعيبة كان جون لأحمد عبدالقادر برضو في المقاولين هنشوفه نتابعه مع حضراتكم يعني احنا حاولنا الليم مجموعة أهداف أو استلام بمروغة من زاوية صعبة جداً داد كبرى الفروعة على السابتة وهب وحطها في البعيدة لذا لعيب مهاري وعنده شخصية وعنده مهارة والفينيش بتاعه خواس جداً فده مكسب كبير جداً للنات يعني مكسب كبير قوي ممكن على فكرة برضو لو جاب أهداف أكتر أو اتطور بشكل أكبر تلعيم موجود السيزن الجاي على حسب برضو الدور الثاني مناصر ماهر كان الدور الأول السنة اللي فاتت ما كانش أرقامه عالية لما علت رح رجع فده برضو على حسب الدور الثاني بص الترئيسة والكبري والحطة في البعيدة لأه لعيب مهاري جداً لعيب مهاري جداً ولسه صغير وإلى جانب المهارة فيه شخصية دكتور راح اه طبعاً يعني اللعيب اللي بيفكر ويتحرك بالشكل ده يعني فيه واضح أنه شخصية نجح بالنسبة لواحد من مواهب الوعيدة التي أتمنى إن شاء الله أنها تكون موجودة مع نادي الأهلي قريب طيب أحمد ياسر زي ما كنت بتكلم مع حضرتك كان ليه تجربة نكحة جداً في فترة أعارة أولى كان نضم فيها للجونة والسنة دي كمان حتى بمجرد أعارته للسلاميك كليوبيترا أكد على إنه واحد من أهم وأبرز المهاجمين الوعدين في مصر في الفترة القضية مش بس أنه دي الأهلي يمتالي كان منتخب مصر طبعاً وفيه برضو ممكن الناس تقول هو أحمد ياسر ريان مشى أو ممكن ده وجهة نصر برضو تحترم بس في نفس الوقت أنت لو كان أحمد ياسر قعد ما كانش حيلعب كان فيه محمد شريف وفيه أولتر بوالية وفيه مروان محسن وفيه جونيور أجايب يلعب مهاجم فما تحسبها جدا تبص ما كانش حيلعب يا جماعة يعني لو كان ما كانش طلع إعارة ما كانش ظهر برضو بالشكل ده أحياناً بتبقى الإعارة مطلوبة لللاعب وبعدين أحمد ياسر ريان برضو عنده رقم مميز أوي الإكسبيكت تقول بتاعه الأهداف المتوقعة ليه مع سيراميكا ستة جاب منهم ستة يعني الفينيش بسم الله من شاء الله مية في المية تمام يعني هو لعب 11 مباراة سجل 6 أهداف من الستة الإكسبيكت تقول بتوعه الصنع كم فرصة 13 فرصة لزميله عمل كم محاولة على المرمى 32 محاولة في 11 مرشي الأرقام دول بنتكلم على مدار الموسمين اللي كان فيه معارة لا مدار الموسم ده بس 13 أسست 13 فرصة مش أسست 13 فرصة على المرمى آه أوكي تمام المحاولات 32 محاولة في 11 ماتش يعني معدل المحاولات في الماتش الواحد بيوصل للجون 3 محاولات ده رقم كويس جدا في الماتش بيروح 3 محاولات نسبة المحاولات الصحيحة 15 من 32 نسبة دك التمريرات 71% المهاجم ما بتاخدش منه تمريرات كتير قوي صحيح دايما يعني الالتحامات الهوائية ده الرقم اللي محتاج أحمد ياسر رياني يشتغل عليه رغم أنه رغم أنه مميز بدربات الرأس لكن الالتحامات دي مروان محسن أكتر مهاجم في النادي الأهلي وفي مصر مميز بالحتة طبعا بعد مصطفى محمد مميز بحتة الالتحامات الهوائية اللي هو إزاي بقدر أحضر وأكسب الالتحام الهوائي وطلع زميلي عليه ده الحتة اللي تنقص أحمد ياسر رياني لأنه كسد 18 الالتحام الهوائي بس من 70 ويمكن كتوقع قوي في ماتش الإسماعيلي وحتى الأسيس العمل والصلاح محسن في الجونة التانية كان برضو نفس الفكرة